اشتركوا في القناة اهل هذا البلد الصابر لهذا الشعب الكبير ذو القلب الكبير اهل الضيافة اللي دائما احسسونك لما تكون عندهم انت ضيف الرحمن الله يخليك قربي من القدس صلاتي امس في الاقصى يعني هذه اللحظات تاريخية في حياتي انا لحد الحين فيها لقدسية لم تخرج مني يعني انا اشكر كل من جهلي الدعوة كل من احتضني في هذا البلد وحقيقة الشعب الفلسطيني كل من احتضني انا ما عند شوف ان هناك مسؤول يعني يقوم بيواجب الضيافة ولكن كثير من الفلسطيني جوني اي واحد يعرف ان انا من قطرة وان انا عربي بقض نظر عن قطريتي يوجه لي الدعوة يقول لي تفضل وهذا بيتك وهذا مكانك لحظة سعيدة انا عايش وانجاز عظيم ان ادخل فلسطين نورتنا هي مش زيارة الاولى حسب ما عرفت من حضرتك والله انا اتشرفت ان جيت قبل ذلك سنة 1996 مع اعلان التحرير يعني مع تحرير رامالله كان يومها وتشرفت يومها ان قابلت المرحوم الله يرحمه الشهيدة الشهيدة بعمار نعم والتقيت معا في المكتب وكانت يعني رحلة عظيمة في تاريخي يعني قبل كمس حين 16 سنة نعم فلحد الحين ذكرها في بالي وفي خيالي كان شي عظيم يعني ان اقول له ان انا رحت فلسطين شفت فلسطين صليت في القدس يا جماعة صليت في الاقصى شفت رامالله شفت غزة شفت نابلس وانت اليوم معنا بفترة وخليل صليت في الحرم الإبراهيمي نعم وكانت حاجة عظيمة في يومها يعني ان اشرح لهم هذا الشي العظيم ثم جيت مرة ثانية قبل سنتين ايضا تشرفت بدعوة من الاخ جبرير جوب وحضرنا كان عتغد ملتقة او افتتاح دوري البنات في فلسطين الكورنسائية وجلسنا والله كانت جلسة رائعة اكثر من رائعة مع الزملاء مع الاخوان طبعا احنا في بوتقة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ودائما نعمل لنا عمل في جميع العواصم العربية ونحاول نقدم خدمات وهذا الاتحاد هو اتحاد حب يعني هو اتحاد تضحية يعني ليس هناك مردود مادي لما ناخذه ولما نعمله ولكن احنا دورنا كصحفيين وكاعلاميين وكاصحاب خبرة واصفة في هذا المجال اننا نستثمر علاقاتنا لخدمة ابناها هذا الوطن الكبير العرب الكبير نعم وبعدها نعمل جسور مودة ومحبة ونحاول من خلال هذه اللقاءات يعني مثلا اكيد راح تتسليني وانا استبغى السؤال ان بكرا اليوم بعد شوي عندنا عيد الصحفيين العالمين العرب هذا عيد يعني من خيال الرجل العظيم محمد جميل عبدالقادر رئيس الاتحاد هذا الرجل يفكر ويعمل ومن لا شيء لا تسنده دولة ولا يسنده وزير ولا يسنده اي حاجة ولكن بالاقناع اقناع كل اتحاد وكل دولة واقناع دولة ان انت مرة استضيف الحدث وهذا مرة ننتقل يعني هذا العيد كان السنة الماضية في الدوحة والحين ننتقل عندنا في قطر الدوحة والسنة ننتقل الى فلسطين وقبله كان في ليبيا وقبله في المغرب وفي سعودية وفي كثير من الدول العربية وفي الاردن ايضا يعني هناك حب حب يجمع واحنا الاعلاميين يعني انا دائما نقول الاعلام الرياضي هو اساس بناء العلاقات يعني اقرب طريق خلينا استاذ محمد بما انه حضرتك تحكي تحديدا عن الاعلام الرياضي نقول الاعلام الرياضي اكيد يمكن له خصوصية تتميز عن الاعلام بشكل عام هو يختص بمجال الرياضة وبالتالي الاعلامي الرياضي يجب يمكن انه يكون لديه مواصفات خاصة لكي يبدع في هذا المجال ووولا ربما يجب ان يكون لديه حب كبير للرياضة حتى انه يبدع في الإعلام الرياضي؟ والله هو بالفعل لا بد أن يكون من نسيج الرياضي عشان يكون إعلام الرياضي لا بد أن يكون من نسيج الرياضي لازم في بداية حياة أشجع نادي وهو أيضا محب للإعلام ليس مشرط أن يكون مارس رياضي هو ليس الإعلام الرياضي ليس كل لاعب يصير إعلامي يجب أن يصير إعلامي حب للمشاعة الرياضي وليس ممارسة حب لهذا الجو حب لهذا المفهوم الإعلام الرياضي لها تأثير قوي أوروبا استبدلت تنافس القتالي والحروب العميقة والمؤلمة التي كانت في النصف الأول من القرن الماضي استبدلتها بالرياضة في النصف الثاني واستمرت لحد الآن والعلام الرياضي هو الذي يدور في ربط المجتمع بالرياضة فالعلام هو قائد أنا دائما أقول العلامي هو قائد في مجتمعه وقائد في وطنه ويقدم تصور لأنه يتعامل مع جيل ناشا مع الصغار فهو يستطيع أن يدمر هذا الجيل بكتابات بسيطة بكلمات عبارات بسيطة أو أنه يبني مستقبل زاهر ومستقبل ويعلم الأولاد أشياء كثيرة ويعلم الأولاد الجيل الجديد يعلم أشياء كثيرة ما هي المخاطر؟ كيف ممكن أن يكون الإعلام الرياضي مدمرا؟ طبعا الإعلام بشكل عام هو مكنة ثقافية يمكن لها أن تكرر أو تكرس خطاب ثقافي معين ولكن الإعلام الرياضي تحديدا كيف ممكن يكون لاعب أساسي في إنجاح أو في إنشاء جيل على قدر عالي مثلا من الثقافة؟ وهو في مفهوم يعني خاط في عالمنا العربي نعم أن الرياضة والعلام الرياضي هي مهنة من لا مهنة له نعم مهنة من لا مهنة له يعني واحد ما عنده شغل يقول لك يا أخي أنا أفهم في الكرة يقول لك خليني أكتب مقال عمي أنا كل يوم أشوف كرة شو يعني شو المشكلة؟ هذا المدرب ما يفهم أنا أفهم أكثر منه هذا فيها الرياضة فيها تخصص وتخصص عميق وبالتالي يعني لو تشوفين المشاكل اللي حصت مثلا مشكلة المنتخب الجزاري مع المنتخب المصري مثلا مشكلة المنتخب الإنجليزي مع المنتخب الألماني لو شوفنا مأساة هسل في بلجيك مآسي كثيرة وراها الإعلام الرياضي لأنه دخل فيها مهنة لأنه عندما تصبح مهنة لا مهنة لا بعنوان عندما يقول اليوم الموقع المرتقبة لا يعني هي مش موقع مرتقبة هي مباراة مرتقبة وكأنها حرب وهناك خصوم مباراة بين شباب تتراوح عمارة من 18 إلى 17 إلى 30 سنة وكأنه أستاذ محمد هذا خلق كمان عند الجمهور ومحبي رياضة هذاك الشعور بالحماسة اللي فيها شيء يتعن فيه مو يعني الناس على هو أنا بخاصمك إذا ما كنت أنت بتشجع نفس الفريق اللي أنا بشجعه الناس على هو ملوكهم ونحن الناس على هو أعلامهم صحيح ماذا يكتب في الجرائد وماذا يقال في التلفزيون يتبع فهي بالفعل يعني الإعلام الرياضي بلا فهم وفهم دقيق لا يمكن تترك الأمور السدى بهذه الطريقة وأنا وأكرر لا يمكن لأي واحد يقول أنا إعلامي رياضي ويكتب مقال المقال مسؤولية ومسؤولية كبيرة وكل كلمة تكتب مسؤولية كبيرة علاقات بين الدول تدمرت من خلال كلمة واحدة صحيح يعني أعتقد أن لا بد أن تكون فيه قيود وقيود سليم يعني قيود ذاتية يعني لا يكتب المقال لما كان جديرا وقديرا بكتابة المقال لا يكتب العنوان اللي يجب أن تكون هناك رقابة مشددة من رئيس التحرير والهيئة الداخلية أنا لا أقول رقابة خارجية ولكن رقابة داخلية ذاتية من وسيرة الإعلام حتى قد يتهور الصحف الرياضي في لحظة اندفاع وحب للفريق بأنه يكتب عنوان متهيرة أو كلمات متهيرة لا بد أن تكون هناك رقابة ذاتية من المؤسسة نفسها أنا لا أطالب برقابة حكومية أو رقابة ما شابه ولكن رقابة ذاتية الصحفي هو رقيب نفسه صحيح ويجب أن يكون هو قائد مجتمع لازم يفكر أنه قائد إذا لم يفكر أنه قائد ويقود مجموعة كبيرة من الشباب فلا يستحق أن يكون في هذا المركز صحيح سيد محمد أنت بدأت عملك في الصحافة بشكل عام ومن ثم ذهبت للصحافة الرياضية أنا ابتديت حياتي يعني طبعا أنا أتخرج سنة 82 من الجامعة 1982 من جامعة قطر وكنت يعني وقتها أعمل في متعاون في وكالة تنباه القطرية واستلمت قسم سياسي كان يعني قسم معقد الأخبار السري اللي ما تخرج فيه إحنا دينا في المؤسسات الصحفية في أخبار غير قابلة للنشر وكنت يعني ما شاء الله رئيس وعندي مجموعة من الموظفي وأنا شاب عمري يعني 26 سنة يا الله 25 ما شاء الله نسيت والله نسيت عمري يعني إذا أول ما تخرجت من الجامعة بدك تكون 25 سنة 24 سنة فكان عندي مجموعة كبيرة من الصحفين يعني أموري كرئيس سليمة تماما يعني أنت إيش إنساني بيكون رئيس داخل بهيئته وفي ناس تلك السكرتارية وعنده كل حاجة وامورها طيبة كل شيء تمام فعملت انغلاب على نفسي عملت ربيع عربي على نفسك عربيع عربي على نفسي فسنة 85 رحت لمدير الوكالة وأقنعته بضرورة وجود قسم رياضي قال لي ما إحنا قاعدين نكتب رياضي يعني وخلاص بنا إشت لعب العيال هذه وخلاص يا أخي إحنا عندنا إحنا قلت بس عطني فرصة خالعمل للأشتغل وكونت قسم كنت أعطاني واحد شخص واحد والحمد لله استطاعت أنا أضع أساس قسم رياضي في وكاة الأنبال القطرية وبديت العمل الرياضي وأسست ثقافة جديدة يعني بفضل المساعدة الزملاء طبعا ليس كان عملي الوحيد ولكن الزملاء اللي كان معا وضعت ثقافة جديدة في وكالة الأنبال من خلال النشر الرياضي متخصصه في الثمانينة والتسعينات كان لها تأثير كبير قبل أن تخرج الفضائيات وتخرج هذه التورة العالمية وسبغنا الفرنسية وريتر في نظام النشر الرياضي وكانت لنا نمسات في هذه وطبعا استمرت في وكاة الأنبال لحد الآن أنا تغريبا حاليا يعني تفرقت للعمل الاتحادي المؤسساتي يعني كاتحاد أو ولي مشاركاتي سواء في الاتحاد الدولي أو الاتحاد العربي كمستشار في وأيضا الاتحاد الخليجي والاتحاد الأسيوي ولجنة الإعلام وبعدين يعني هذه الاتحادات يعني دعين أوصفها لتش يعني زي الكرفتة زي الكرفتة هذه زينة يعني لا تقي عن حر ولا تقي عن نهي ولا تسر الجسم ولكن تعطي لمسة جمالية واللمسة الجمالية مهمة فالاتحادات هذه هي اللمسة الجمالية لازم أهلها أهل خبرة وأهل فكر ويتواصلوا مع العالم من خلال هذا الجسم اللي هو الاتحاد بالضبط بالضبط عندما أسست ما شاء الله عنك قسم الصحافة الرياضية كانت تعمل بموظف واحد والآن يعني هي الآن في أجيال موجودة طبعا يتواصلون وشباب متمكنين وشباب تايوان طبعا عشان ما نظرمكم نحن جدا سعيدين بوجودك معنا أستاذ محمد المالكي رئيس لجنة الإعلام الرياضي بدولة قطر وأيضا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الله يسعد صباحك وشرفت فلسطين الله يسلمك أنا سعيد جدا بتواجدي معاكم وسعيد بهذه اللحظات أنا أعتبر كل دخلة فلسطين لحظة تاريخية يعني خلص السجل حتى يعني لما أكتب مقاله وبعثه للدوحة أي واحد يقرأ واو محمد المالكي في فلسطين نعم في فلسطين شيء عظيم يعني شيء في خيالنا في قلبنا إن شاء الله دائما التواصل بيظل معاكم يا رب آمين ودائما بتفوت فلسطين والقدس الشريف إن شاء الله وبتكون اتحررت القدس إن شاء الله يا رب إن شاء الله